اشتركوا في القناة البحث لحد النهاردة هو اعتقدهم ان فيه كنز ضخم مدفون تحت الارض مستني اي حد يطلعه اهلا بيكم انا عمرى عبدين بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد فالقناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول على الشاطئ الجنوبي لساحل مقاطعة نوفا سكوشا الموجودة في كندا بتقع جزيرة صغيرة مساحتها حوالي 140 فدان تعتبر واحدة من ضمن 350 جزيرة بيتكون منهم خليج ماهون المطل على المحيط الاطلسي والحقيقة انه من يوم تم اكتشاف الجزيرة دي وهي محاطة بشيء من الخموط الجزيرة دي هي الوحيدة في الخليج كله اللي فيها اعداد كبيرة من اشجار البلوت وما حدش يعرف هل ده موطن الشجر الاصلي ولا البشر هما اللي زرعوها وعلشان كده اتسمت الجزيرة باسم جزيرة البلوت لان الجزيرة كان اغلبها غبات فالجزء الاكبر منها كان معجور وعدت سكان قليل جدا وفي يوم من الايام سنة 1795 ميلادية خرج شاب مراهق عنده 16 سنة اسمه دانيال مكانس علشان يصطاد من الجزيرة وبحسب شهادته فبيقول انه شاف ضوء غريب جاي من وسط الاشجار ولما راح علشان يشوف ايه مصدر الضوء ده لاحظ ان فيه حتة تحت شجرة من الاشجار كأنها حفرة مرتومة وساعتها جه في باله انه ممكن يكون كنز مدفون تحت الارض وخصوصا ان فيه ناس كانت بتقول ان القرصنة كانوا بيعدوا على الكزيرة دي خلال القرن السبعة عشر وبما ان القرصن المشهور ويليام كد كان معروف عنه انه بيدفن الكنوز بتاعته في الارض فبالتالي في احتمال يكون عدة على الكزيرة دي ودفن كنز هناك وعلشان كده جري دانيل وحكا اللي شافوا الاتنين من صحابه والموضوع زاغل لانيهم ومع بداية نهار اليوم التالي خرجوا التلاتة مع بعض ومعاهم ادوات الحفر على امل انهم يرجعوا من الرحلة اسرياء بعد ما بدأوا في الحفر وعلى عمق 60 سنتيمتر تقريبا يعني يا توب نفضوا الطراب لو مجموعة من الحجارة مرصوصين على شكل دايرة حوالين حفرة وكأن حد محدد بيهم المكان وساعتها اتحمسوا اكتر اكيد هم ماشيين في الطريق الصح وفضلوا يحفوروا يحفوروا لحد ما وصلوا لعمق 3 امتار وهناك لقوا نفسهم قدام سد من خشب البلوط مقصوص على قد الحفرة بالزبط وده معناها ان في حد مخاب بحاجة تحت فئلا فالحماس كبر في قلوبهم اكتر واكتر وفضلوا يخبطوا في الخشبة لحد ما كسروها وتحتها لقوا كومة تانية من التراب ففضلوا يحفوروا لحد ما وصلوا لعمق 3 متر تانين والمفاجأة انهم لقوا نفسهم قصات سد تاني زي اللي قبلوا ووقتها بس بدأوا يحسوا ان الموضوع اكبر من امكانياتهم وانهم لو حفروا اكتر من كده مش هيعرفوا يخرجوا فقرروا انهم يوقفوا رحلة الحفر واكتفوا باللي وصلوله لحد ما يلاقوا حد يساعدهم بعد محاولات دامت 7 سنين كاملين من دانيال وصحابه انهم يقنعوا اي حد يجي ساعدهم في البحث عن الكنز المزعوم قدروا في النهاية سنة 1802 ميلادية انهم يوصلوا لرجل الاعمال سيميون لينز واللي بمجرد ما سمع القصة الموضوع كبر في دماغه وام مأسس شركة أونسلو واللي هيكون هدفها الاساسي هو استعادة كنز جزيرة البلوت وسنة 1803 بدأوا الشغل رسميا من النقطة اللي وقف عندها دانيال وصحابه واكتشفوا انهم كل ما بيتعمقوا 3 متر بيلاقوا الوحة شبية سد الطريق زي اللي كانت بتقابل دانيال وده كان بيحمس الناس اللي شغالة أكتر وأكتر وبيديهم أمل ان الموضوع كبير وأكيد الكنز ده ملوش أول من آخر وخصوصا لما لقوا في طبقة من الطبقات ألياف شجر جوز هند مع العلم ان المنطقة دي مش بينمو فيها جوز هند من الأساس وأقرب شجرة جوز هند بتبعد عن الجزيرة دي 2400 كيلو متر تقريبا وده معنا ان الألياف دي أكيد أكيد حد اللي حطتها بإيده وبدأوا يشكوا ان الموضوع فعلا لها علاقة بالقرصنة على الرغم من ان الاكتشاف ده يبان خطوة ممكن تقربهم لحل اللغز إلا ان اللي حصل بعد كده عقت الموضوع أكتر بعد ما وصلوا لعمق 28 متر كاملين تحت سطح الأرض يعني تقريبا ارتفاع مبنى 10 دوار لقوا المعدات بتاعتهم بتخبط في جسم صلب ولما حاولوا يطلعوه لقوه نوع من أنواع الأحجار يشبه الجرانيت والعجيب بقى ان النوع ده نادر جدا وصعب جدا يبقى في المنطقة دي لكن في نفس الوقت كان مشهور عند المصريين القدماء فشكوا فورا انه جزء من الكنز وانه حجر مسروق من مصر بس اللي قصر دهشتهم أكتر ان الحجر كان عليه نقوش بلغة غريبة أول مرة يشوفوها وبعد محاولات كتير للترجمة وصلوا لأن معنى الكلام اللي مكتوب تحت 40 قدم في 2 مليون عملة مدفونة وبالرغم من أن في ناس رفضت التفسير ده وقالوا أنه أي كلام إلا أن الأغلبية اعتبرت أنه دليل مؤكد على وجود الكنز وعلى عمق 30 متر خبطوا في حاجة تانية حاجة كأنها كده صندوق من الخشب وساعتها قالك بس خلاص احنا وصلنا للكنز ننام بقى ونيجي بكرة نطلعوا على رواقع لما رجوا تاني يوم علشان يطلعوا الكنز قبلتهم صدمة كبيرة الحفرة كانت غرقانة بكميات مهولة من المياه وكل ما يفضوا منها شوية ترجع تتملي أكتر من الأول ولأن ما كانش عندهم معدات تقدر تساعدهم في حل المشكلة دي وقفوا الحفرة في النهاية بعد ما استسلموا والشركة نفسها انحلت سنة 1805 ميلادية بعد ما ناس كتير عرفوا موضوع الحجر والرسالة اللي مكتوبة عليه الاهتمام بالجزيرة والحفرة زاد لأكبر حد وسنة 1849 ميلادية خرجت رحلة استكشافية بمعدات أحدث علشان تلاقي الكنز والمرة دي قدروا يتأكدوا فعلا ان فيه صندوق خشب تحت المياه واللي زود أملهم أكتر انهم لقوا تلات حلقات من سلسلة دهب وكانت أول مهمة المفروض يقوموا بيها حل مشكلة المياه وأول حاجة لحظوها ان المياه بتزيد وبتنقص وكأنها مد وجسر واستنتجوا من ده ان فيه مصدر بيمد الحفرة بالمياه ولازم يلقوا وبدأوا بالفعل رحلة حفر جديدة لحد ما اكتشفوا نفق على بعد 150 متر من الحفرة وهو ده اللي بيمد الحفرة بالمياه لكن للأسف فرحتهم ما كملتش لأنهم قابلوا نفس المشكلة كل ما يفضوا المياه ترجع تتميلي مرة تانية وده معناه ان فيه نافق تاني متوصل بالنافق ده واحتمال يكونوا أكتر من واحد كمان وكلهم جايين من المحيط وعلشان كده سنة 1851 تخلوا عن الفكرة تماما بعد ما يأسوا وفلوسهم كلها خلصت في البحث بعد الصعوبات الكتير اللي قابلت المستكشفين في كل مرة يحاولوا يوصلوا فيها النتيجة ظهر اعتقد بين الناس إن الكنز ده مش هيظهر إلا بعد موت 7 أشخاص وللأسف عدد الضحايا وصل لحد النهاردة 6 أشخاص أولهم كان سنة 1860 ميلادية لما حاولوا يخرجوا المياه بمضخات بتشتغل بالبخار لكن انفجرت وموتت واحد من العاملين في البعثة وبعدها ب37 سنة سنة 1897 حصلت حالة وفايل لواحد من المستكشفين من غير سبب مفهوم وأما بقى أشهر حدثة فهي اللي حصلت سنة 1965 لما سائق الدراجات النارية روبرت ريستل قرر أنه يخد التجربة هو وابنه اللي عنده 18 سنة ومعهم كمان صاحبه ومجموعة من المساعدين وفي يوم 17 أغسطس اتفاجئ ابن ريستل إن أبوه واقع في الحفرة وفاقد الوعي ولما حاول ينزل علشان يساعده أغم عليه هو كمان ووقع جنبه أم صاحبه شافهم فنزل فورا عشان يلحقهم فأغم عليه هو كمان ونفس الموضوع حصل مع اتنين من المساعدين لحد ما واحد استنتج إن اللي بيحصل ده تسمم أول أكسيد الكربون وللأسف ما قدرش ينقذ منهم غير واحد بس ومات ريستل وابنه وشريكه وواحد من المساعدين ومن وقتها الناس بدأت تخاف من الجزيرة وطلع عليها إشاعة إنها ملعونة وإن اللي خب الكنز استخدم تقوص شيطانية علشان يحميه وناس تاني قالوا إن الحفرة هي بيت الشيطان ذات نفسه بل إن في ناس تالتة وسعت منهم شوية وقالك إن في حيوانات غريبة بتحرص الحفرة ويعنيهم بتطلع نور الحقيقة بالرغم من كل اللي بيتقال عن الجزيرة واللي بيحصل فيها إلا إن مش دي بس الزيارات اللي شهدتها جزيرة البلوط على مدار تاريخها بل إن الرحلات الاستكشافية اللي راحتها كانت كتير جدا وكل مرة كانوا بيكتشفوا قطع غريبة من أوقات مختلفة من الزمن بتعقد اللغز أكتر وأكتر والحد دلوقتي ما زال البحث شغال وفيه اتنين إخوات اسمهم ريك ومارتي لاجينا بيدوروا على الكنز من 2007 لحد دلوقتي وبيصوروا رحلتهم يوم بيوم في برنامج تلفزيوني بقالوا عشر مواسم شغال لكن بالرغم من كده محدش وصل لسر الحفرة ولا للكنز المزعوم وبعض النظريات الغريبة بتقول إن الكنز مش هيظهر إلا بعد موت أشجار البلوت اللي في الجزيرة كلها والغريب بقى إن الأشجار كلها فعلا ماتت ما عادة شجرة واحدة بس فترى لما الشجرة الأخيرة تموت هيلاقوا فعلا الكنز ولا هيطلع الموضوع كله مجرد خرافة اكتبونا تحت رأيكم انتو بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتو أجدع ناس اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل لآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوهن في التعليقات سلام